موسيقى أكد قادة دول مجموعة السابع الصناعية الكبرى أن هجوم روسيا على أوكرانيا هو انتهاك للنظام الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة وفي بيان أعلن قادة مجموعة السابع التزامهم بحاضر استيراد النفط الروسية فضلا عن ضم شركة أسلحة روسية وسبع الشركات شحن وثلاثة قنوات تليفزيونية لقائمة العقوبات وأشر قادة دول المجموعة إلى أنهم أكدوا لرئيس الأوكرانية استمرار دعم كيب بالمساعدات العسكرية والدفاعية وتوسيع تعاون المجموعة مع أوكرانيا بما في ذلك أمن المعلومات كما لفت البيان إلى أن المجموعة قدمت دعما تجاوزا 24 مليار دولار إلى أوكرانيا اقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على عقوبات صارمة ضد روسيا تشمل حضرا على شراء النفط الروسي ويجتمع صفراء دول الاتحاد الأوروبي يوميا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب غزوها الأوكرانيا منذ أن أعلنت المفاوضية الأوروبية عن مقترحاتها في الرابع من مايو وقالت فرنسا التي تتولى رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفاوضية في بيان قالت إن مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي متحدون بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها عالية الدقة دمرت أسلحة وعتادا عسكريا أمدت به الولايات المتحدة ودول غربية القوات الأوكرانية وذلك في محطة للسككين الحديدية بالقرب من بلدة سوليدار وأضفت الوزارة أنها دمرت ستة مستودعات لتخزين الصواريخ وأسلحة المدفعية في مواد دقلوهانس ودونياسك وخاركيف بينما أسقطت أيضا لفعتها الجوية طائرة حربية أوكرانية من طراز سخوي 25 أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خصن العين زيرة إلى مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا وأشار خصن العين إلى بدء استعادة الحياة السلمية في عدد من المناطق من بينها مدينة ماريوبول ومنطقة فولنوفاكا لافتا إلى ضرورة القيام بالكثير من العمل السيما على صعيد تقديم المساعدة الإنسانية أعلنت أوكرانيا إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مجامع أوزفستال الصناعية في مدينة ماريوبول برعاية أممية ويأتي ذلك في وقت تأمل فيه المنظمات الإنسانية بفضل الاشتباك من القوات الروسية والمقاتلين أوكرانيين المتحصنين في المجمع الصناعي رسميا لا وجود لمدنيين في مصنع أزوفستال جيب المقاومة الأخير لأوكرانيا بمدينة ماريوبول الخضاع لسيطرة الروس نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فريشيتشوك أكدت أن جميع النساء والأطفال والمسنين تم إجلاءهم من أزوفستال في عملية تمت على مراحل برعاية أممية خطوة قد تدفع المنظمات الإنسانية للتمسك بأمل فضي الاشتباك وإخراج المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين داخل المصنع بينما يرى البعض أنها من الممكن أن تتحول لضوء أخضر للقوات الروسية لاكتياح المجمع الصناعي المتحصن به نحو ألفين من المقاتلين الأوكرانيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إي بيل بيرنز حذر من تصعيد محتمل للعمليات العسكرية الروسية لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجيز لنفسه أن يخسر في أوكرانيا في الوقت نفسه نفى بيرنز وجود دليل ملموس على استعداد روسيا لنشر أو حتى الاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية ميدانيا تواصل القوات الروسية ضرباتها في عدة مدن حيث استهدفت مطارات في أردسيز قرب الحدود الأوكرانية الرومانية ومعدات عسكرية في أودسا وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير أنظمة صواريخ وكميات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالقرب من خاركيف من جانبها أعلنت كييف استعادة أراضي حول خاركيف مؤكدة قدرتها على إطلاق عمليات هجومية ضد القوات الروسية التي دمرت ثلاثة جسور على الطرق لإبطاء الهجوم المضاد في منطقة خاركيف بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش في كييف سبل مسندة أوكرانيا ودعمها في ظل مواصلة روسيا عملياتها العسكرية بالأراضي الأوكرانية وخلال مؤتمر صحفي المشترك للجانبين شدد زيلانسكي على ضرورة زيارة الضغط على روسيا من خلال فرض المزيد من العقوبات عليها حتى توقف عملياتها العسكرية بأوكرانيا اليوم كالمعتاد عقدنا مباحثات بناءة مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش وكان موضوعنا الرئيسي الأمن والخطوات التي ينبغي اتخاذها في سبيل دعم أوكرانيا خلال الأزمة الحالية في ظل مواصلة روسيا عملياتها العسكرية على أراضينا فضلا عن بحث الإجراءات على الأصعيدة الدفاعية والاقتصادية وأن أؤكد على ضرورة زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض المزيد من العقوبات عليها حتى توقف عملياتها العسكرية بأوكرانيا أكد رئيس الوزراء الكرواتي تقدير بلاده البالغ لصمود شعب أوكرانيا مؤكدا أن جنود الأوكرانيين يقومون بمهمة دفاع منازله معائلتهم وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأوكراني أشهر رئيس وزراء كرواتيا إلى دعم بلاده المستمر الأوكراني على الأقصادة كافة طالما حظي صمود ومقاومة الأمة الأوكرانية بتقدير كبير لدينا نحترم بشدة بطولة الجنود الأوكرانيين الذين يدفعون عن منازلهم وأسارهم وأراضيهم ووطنهم الأم وفي هذا الصدد أبدت كرواتيا بشكل مستمر دعم أوكرانيا على الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني والمالي والإنساني والتقني وينبغي أن نواصل فعل ذلك عن يقين تام بأننا نقوم بذلك كدولة مقتنعة دائما بالوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ قال وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبا إنه بحث مع نظريه الأمريكي أنتوني بلينكين كيفية رفع الحصار عن الصادرات الغذائية الأوكرانية وضمان الأمن الغذائي العالمي وعتدت أوكرانيا وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب والبزور الزيتية في العالم تصدير معظم إنتاجها من الحبوب عبر موانيها على البحر الأسود والتي تفرض عليها روسيا حصارا منذ العمليات الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي